السلام عليكم ورحمة الله مفاجأة اليوم عن مزارع كندا التعليم لا يوجد الخبرة لا توجد واللغة لا توجد متطلبة لغة محددة هل يمكنك رؤية ذلك؟ إذن تابع معي لك ويرك طريقة التخديم هنا بلدان من خارج كندا سيحصلون على معالجة تأشيراتهم وتصاريح العمل الخاصة بهم برعاية هذه الشركة سيتم اطلاع المتقدمين المعنيين بشكل كامل على هذا بشكل خاص إذن الموقع على هذا الشكل سوف أريك طريقة الإرسال ما أهم شيء أن تكون سيرتك الذاتية الكندية بدي إف جاهزة وجيميل بإسمك ونسبك عم المزارع وكفالة التأشيرة هنا موجودة بين قوسين كفالة التأشيرة أخي الكريم أختي الكريمة هنا في ساري كولومبيا البريطانية في كندا الراتب 13 85 دولار للساعة هنا مزارع قوس السلام المحدودة والوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي لشهادة عدم الممانعة عامل مزرعة وعنوان العمل والوظائف المتحة 12 نوع الوظيفة دائم بدوام كامل تاريخ بتوظيف قريبا في أقرب وقت ممكن ومعد الأجور لمدة 40 ساعة في الأسبوع هنا رعاية التأشيرة كما ذكرت لك موجود بلدان خارج كندا بالنسبة لي المشككين هنا أخي الكريم أختي الكريمة المتقدمون الناجحون المقيمون في بلدان خارج كندا إذن كما قرأت لكم وهنا متطلبات المهارة سوف تجد أن التعليم لا يوجد والخبرة لا توجد واللغة لا توجد متطلبات لغة محددة بالدليل كل شيء دائما بالدليل أماكن الوظيفة وهنا الواجبات سوف تشمل واجبات عمل المزارع ما يلي هناك في العمل الميداني في التربة الحرث الغرس وإزالة الأعشاب الضرة والزراعة والحصاد والغسل والفرز والتعبئات المحاصيل مثل التوت والفرولة وغيرها من الخضار والفاكهة فحص المنتجات من حيث الجودة والاستعداد للسوق تحميل المنتجات في الشحنات وما إلى ذلك هذا سهل جدا ولا يتطلب منك معارات وخبرة واللغة وما إلى ذلك يعني اختبارات اللغة والتي سي ايف والعائلس وما إلى ذلك لا يتطلب هذا هناك استخدام الأسمدة والأكشف عن الأمراض وغيرها من المشاكل والمحاصيل حماية المحاصيل من الآشاب الضرة والآفات ويساعد عمال المزارع أيضا في تشغيل وصيانات الآلات والمؤدات الزراعية هنا تقدم المحاصيل إبلاغ المزارعين ومدير المزرعة القدرات العملية والبدنية القدرة على العمل تحت الضغط في بيئة سريعة الخطأ القدرة على العمل لساعة طويلة مع المهام المتكررة القدرة على العمل في مختلف البيئات الباردة والرطبة والغبار والتعامل مع عباء العمل تقيل مطلوب معلومات أخرى لا توجد متطلبات تعليمية أو تدريبية محددة هنا أخي الكريم أختي الكريمة كل شيء بالدليل سيتم دفع 4% إجازة من الراتب الإجمالي في كل فترة الدفع يمكنه توفير الإقامة مقابل 30 دولار في الأسبوع نرحب بجميع الطلبات ولكن سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط شكرا على اهتمامك يجب عليك أن تقرأ هذه الملاحظة جيدا يعني جميع الطلبات الإخوة الذين يسألون عن متى سوف يتواصلون معنا إذا تم اختيارك سيتم الاتصال بالمتقدمين المختارين فقط هذا ما يذكره الموقع هنا تجد الوظائف ذات الصلة مدير تسويق ميكانيكي ديازل مساعد البناء هنا في كلهم أغلبية هنا كالغاري وهنا كولومبياء البريطانية من أخي الكريم أختي الكريمة الموقع على هذا الشكل وإذا أردت التقدم إلى هذه الشركة للعمل في المزارع سوف تجعل الموقع باللغة الإنجليزية لكي تتمكن من الإرسال استمع إلي جيدا تابع معي لكي تعرف الطريقة يجب عليك أن تجعل الموقع على اللغة الإنجليزية سوف تدخل على إذن طريقة الإرسال سوف ترسل إلى هذا البريد الإلكتروني باللون الأحمر سيرتك الذاتية هنا هذا البريد الإلكتروني سوف ترسل له سيرتك الذاتية بالإنجليزية طبعا تكون على شكل البيدي ايف أو جي بي جي أو ما إلى ذلك مع خطاب تحفيزي على أربعة جمل أنك مهتم بالمزارع وجاني الفواكه وكما هو مذكور في الوصف وصف الوظيفة وصف الوظيفة كما هو مذكور عبر جي مايل بإسمك ونسبك إذن سوف يكون التواصل معك كما ذكرنا أخي الكريم أختي الكريمة هذا هي طريقة الإرسال ويمكنك تصفح الموقع والإرسال إلى المهن المتعلقة بهذه الشركة جوب جيد سوف ترسل إلى هذا الجي مايل استمع إليه جيدا لكي لا يكون عندك خطأ طريقة سهلة جدا ولا تتطلب منك مجهود أو ملء استمارة أو اختبارات أو ما إلى ذلك فقط في المزارع ويمكن لنساء ورجال يمكنهم التقدم إلى هذه الشركة بسهولة عبر هذا الجي مايل إذن لكي تتجنب السؤال المطروح عن أن يكون لك مصرح العمل في كندا فوثيقة لمية تغنيك عن هذا السؤال إذن تقدم للوظيفة يجب أن يكون باللغة الإنجليزية الموقع وإذا نزلت تحت أخي الكريم أختي الكريمة في هذه المقالات الأخيرة يمكنك إيجاد بعض الأسئلة والجواب عليها موجود هنا من كل صديقك ومساعدتك في الحزول على وظيفة في كندا وهنا الوظائف الحديثة وكفالة التأشيرة موجودة بين قوسيين هنا جزارون صناعيون وهنا عمل مزارع العامة كفالة التأشيرة أخي الكريم كل شيء واضح في الموقع وكل شيء يعني ظاهر وهذه صورة للعمل في المزارع كندا هنا صورة موجودة لطريقة العمل يمكنك تصفح هذا يمكن أصحاب العمل كندا هذه الآن توظيف العمال الأجانب في هذه المهن العشر بشكل أسرع يمكنك قراءة المزيد وهنا سوف تجد الكثير من العمل أجانب أكثر اهتماما بتجربة بعمل جديدة يقوم البعض بذلك بشكل أساسي مقابل أجر أعلى بينما يرغب البعض الآخر في العمل في بلدان معينة يقراء المزيد سوف تجد دليل الوظائف هنا باللون الأخضر تجدها موجودة أخي الكريم أختي الكريمة يمكنك قراءة ستجد بعض الدول أيضا وبعض الصور هنا في هذا الموقع وظائف عالية الأجر يمكنك الحصول عليها سوف تجد دبي وأستراليا وأنما يهمنا وكندا والعمل في المزارع على هذا الشكل طبعا تصريح العمل يكون عبر وثيقة ليميا labor market impact assessment وثيقة تصريح تأثير سوق العمل عفوا لكي تأخذ تصريح للعمل في كندا أرسل إلى هذه الشركة كما شرحت لك ضع الموقع باللغة الإنجليزية لكي يفتح لك قدم الطلب apply for this job ثم أرسل سيرة ذاتية في المزارع وأذكر فيها أنك تعمل في المزارع وما إلى ذلك إذا ضغطت على مثلا قراءة المزيد هنا أو على الصورة صورة المزرعة سوف يعطيك الشرح المبسط عن هذه المزارع وعن عشرة مهن يمكنك العمل فيها بكل سرعة يمكن لأصحاب العمل الكندي الآن توظيف العمل الأجانب في هذه المهن العشر بشكل أسرع سوف تنزل وتقرأ في هذه الأيام أصبح الكثير من العمل الأجانب أكثر اهتماما بتجربة عمل جديدة وهنا هو أن يعلن صاحب العمل على الوظيفة لفترة زمنية معينة ولم يأحد المتطلبات الرئيسية لتقيم سوق العمل إذا لم يظهر أي مواطن كندي مؤهل أو مقيم دائم اهتماما فسيسمح لصاحب العمل بعد ذلك بتوظيف عامل أجنبي هنا أخي الكريم أختي الكريمة موجودة الملاحظة يجب عليك قراءة هذا الموقع فهو هذه الصفحة لصاحب العمل بعد ذلك توظيف عامل أجنبي لمن هذا المنصب يجب عليك قراءته هنا كل المعلومات تستغرق هذه العمل لوقت طويل حيث تصرح أحيانا ما ستتلات شعور نتيجة لذلك قررت سلطة الهجرة الكندية التنازل عن مطلب الإعلان للسماح لأصحاب العمل الكنديين بتوظيف عمال أجانب في بعض مهن الزراعة وجهيز الأغذية والنقل بالشحينات بشكل أسرع هذا كل شيء موجود هنا أتمنى أن أكون قد وفقت هذه هي العشرة مهن الموجودة عمال حدانة وعمال حصاد ومصانع الأسماك والمأكلات البحرية وعمال في تجهيز الأسماك ومحضر الدواجد والعمال المرتبطون بها وفي مشرف المزارع وسائقي شاحنة النقل هنا سائقي شاحنة النقل والجزارون واللحامون وتجار الأسماك بالتجزئة والجملة إذن هكذا نكون قد شرحنا هذا بشكل موفصل ولا أريد أن أطيل عليكم وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة شكرا لكم اشتركوا في القناة